اهلا بكم من جديد اكد معالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة وزير النفط على حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المشاركة الجادة والمستمرة في فعاليات مؤتمر البترول العالمي من اجل ابراز مملكة البحرين على خارطة العالم واكد معاليه لدى حضوره مؤتمر البترول العالمي الذي انطلق في مدينة اسطنبول التركية اكد على حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز في اعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهارتها انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالعنصر البحريني الذي هو ثروة البحرين ورأس مالها وتعزيز انجازات المملكة محليا واقليميا ودوليا وبين معالي الوزير ان المشاركة في مثل هذه الفعاليات تساعد على استقطاب المؤتمرات والفعاليات النفطية الى المملكة البحرين كما تساهم في الترويج الفاعل للبيئة الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع النفطية وزيادة الاستثمارات البترولية فيها هذا وقد تأسس مؤتمر مجلس البترول العالمي في عام 1933 حيث يعقد كل ثلاث سنوات في احدى الدول الاعضاء وقد التحقت مملكة البحرين به في عام 2010 وشركت في مؤتمر البترول العالمي العشرين الذي عقد في الدوحة عام 2011 ومؤتمر البترول العالمي الحادي والعشرين المنعقد في العاصمة الروسية موسكو عام 2014 فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته هذا الأسبوع 134 عطاء لثمانية وعشرين مناقصة ومزايدة حكومية واحدة تقدمت بها 16 جهة حكومية بلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة خمسة ملايين وستمائة ألف دينار بحريني وتصدرت الجلسة المخازن المركزية بطرحها سبع مناقصات تضمن التوريد لوائح توزيع كهرباء ومنفاتيح ومصرات كهربائية وأمتار ذكية وتقدمت أربع شركات استشارية عالمية للعطاءات المالية لبنقصة إنشاء مؤسسة لتنظيم العقاري تتبع جهاز المساحة وتسجيل العقاري في حين تقدم بأقل العطاءات شركة بورز آلين هاملتون الأمريكية بعطاء بلغت قيمته مليون واربعمائة ألف دينار ويهدف إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري إلى سد ثغرات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في البحرين وحماية حقوق المستثمرين والمساهمين والمشترين جديد بالذكر مشاهدين أن شركة نفط البحرين بابكو تقدمت كذلك بثلاث مناقصات فيما طرحت هيئة الكهرباء والماء مناقصتين أصدر مصرف البحرين المركزي تشريعات تؤسس لبيئة رقابية تجربية للتكنولوجيا المالية فاين تيك تمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي في البحرين ومن شأن المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب الشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في منطقة الخليج العربي وتعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة كما ستكون بيئة التكنولوجيا المالية مفتوحة للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة الطاقها بشكل تجاري ويقصد بالبيئة التجربية للتكنولوجيا المالية المشاهدين البيئة التي يتم فيها اختبار وتجربة خدمات أو منتجات مالية مبتكرة ذات صلاب التكنولوجيا المالية في مجال صناعة الخدمات المالية وذلك تحت رقابة مصرف البحرين المركزي وخلال فترة زمنية مؤقتة يحددها المصرف وفقا لقرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم 34 لسنة 2017 الحالي بلغ متوسط اليوم لقيمة الأسهم والسندات المتداولة لهذا الأسبوع 491 ألف دينار بحريني تقريبا في حين بلغ المتوسط اليوم لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة مليون و264 ألف سهم ووحدة أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 54 صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم وحدة الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11 مليون و231 ألفا و629 وقد بلغت قيمة الأوراق المالية المتداولة مليونين و458 ألفا و942 دينارا بحرينيا نفدها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 272 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركة ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الصناعة على مستوى الشركات فقد جاءت ألمنيوم البحرين ألبا في المركز الأول من حيث القيمة وتلاها في الترتيب البنك الأهلي المتحد والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة